يا سيدي هبة السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعيني من التليفون ومش من التلفزيون لو تكرمتي. عليكم السلام. فضال يا سيدي الكل. اه حضرتك كنت بتسأل على الخيانة. نعم. انا اتعرضت لخيانة جامدة اوي يا شيخ. نعم. اه بعد وفاة والدي قرب مني عني اوي 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 كان في دور الاب والاخ وكل حاجة. مم. وللاسف انا مش هطول على حضرتك بس هو للاسف. خني ان هو مضاني على الورقة وخد فلوسي انا واخواتي واحنا تلت بنات. الكلام دوت من حوالي اربعتاشر سنة. القصة طويلة جدا بس انا ايه? عملت لها اختصار شديد. فهل دوت اربعتاشر سنة ومطلوب مني ان انا سامحو. بعيت ان يديني فلوسي. هل يجوز ان انا اسامحو عشان يديني فلوسي? طيب يا يا ستة هيبه صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. هيديك فلوسك بسعر النهاردة ولا بسعر اربعتاشر سنة? لا بسعر اربعتاشر سنة. لا. قوليله افتح الله. لا اله الله. وقوليله كده طبعا انت واضح من كلامك انت عايزة تسامحي? لا مش قادرة. عايزة تاخدي فلوسك? انا مش مهم عندي الفلوس. طيب. ففي عبارة كده انا دايما برد بيها على الناس اللي بتبقى قهريني قوي. وبيبقوا قصريني قوي. من غير ما نزعل. ولا نتدايق. ولا نقطع بعض. خالص. بس زي ما من حقك تكسرني. ومن حقك تهني. ومن حقك تنتقص مني. ومن حقك تقلب علي المواجع. ومن حقك تنكر فضلي. ومن حقك ان انت تأكل حقي. ومن حقك ان انت تخوض في عرضي. ومن حقك ان انت تخون ذمتي. زي ما حصل مع عم هبة كده. فانا عندي عبارة جميلة قوي. اول ما حد بيبعتلي سامحني سواء كان على الواتساب. او في رسالة. او مع حد من المرسيل اللي بيننا. فقول حبارة جميلة اوش. طبعا ده مش في كل الامور. ده في الامور الكبيرة. اللي ثابت في القلب اثر. اللي زي ما بيقولوا جرحة القلب. والقلب لما يجرح ملوش دوة. فهم اقولوا الى دياني يوم الدين نمضي. وعند الله تجتمع الخصوم. انا ما كنتش طالب مكالمات عن الخيانة. انما هبة قدرا كده. عمها بدلا من ان يصون ارضها اكل مالها. وبدلا من ان يفدي عرضها بنفسه وبماله طمع فيها وجعلها كلأا مباحا اكل مالها وخانها وغدر بها وان لله وان اليه راجعون حرمها من ارثها ومن حرم وارثا من ارثه سيحرمه الله من ارثه يوم القيمة.